موسيقى هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم طيبين وخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشين توزن لها طبعا ردد اونلاين في اليومين اللي راحت كانت في حالة جدا جدا سيئة واغلاط اللعبة كثيرة كثيرة اللعبة كان فيها وحدث خطأ ويطلعك من اللعبة بشكل كامل كان فيها طرد من السيرفرات بشكل مبالغ الحيوانات كانت ما ترسبن في العالم المواطنين ابدا ابدا ما تشوفهم في المدن ولا تحصلهم يمشون يعني اغلاط جدا جدا كثيرة واللعبة ابدا ابدا لا تطاق بل انها جدا سيئة والسبب وراء هذه الاخطاء الكثيرة كان قليتش فلوس وتحديدا قليتش تدبيل السمك وجثث الحيوانات طيب من الاخطاء البشعة جدا اللي انتشرت في اليومين اللي راحت في ردد اونلاين هي مئات الاحصنة المحروقة فوق بعضها البعض زي ما تشوفون يعني منتشرة بشكل كبير جدا وفوق بعضها البعض وبي المئات احد الاشخاص قال انه هذه هي احصنة زومبي وانه هذه الاحصنة المحروقة فيها اشارة لانديد نايتمير 2 لكن انا اقول لك لا ومئة لا طبعا نحن نشوف هذه الاحصنة بهذا الشكل بسبب اللاعبين اللي يسوون جلتش تدبيل السمك وتدبيل الجثث طيب على حسب احد العاملين لدى روكستار تيز فان 2 قال انه الانلاين بدأ تدريجيا بالعودة الى الوضع الطبيعي وانه جميع الكلتشات اللي انتشرت في اليومين اللي راحت بحلول اليوم تم حلها بالكامل وانه كل شخص سوى كلتش الفلوس وكلتش التدبيل رح يواجه عقوبة وخيمة واليوم في موقع ردد ردد احد الاشخاص اللي سوى الكلتش وكلتش الفلوس نشر صورة العقوبة اللي جاته وكانت كالتالي بمعنى انه تم ايقافك من ردد اولاين الى يوم 26 من شهر جون من عام 2019 يعني رح تاخذ لك باند مؤقت لمدة شهر او شهر ونص تقريبا طبعا روكستار ابدا ابدا ما رح تتهاون في زي كذا اشياء خصوصا في بداية الطور يعني الطور توه في البداية وانت تروح تسوي كلتش فروكستار اكيد اكيد رح تكون مراقبة الوضع من الالف اي شخص سوى القليتش جهز نفسك للعقوبة اللهبية اللي جايتك الله يعينك طبعا هذا هو نظام روكستار من البداية وشفنا هذا الشيء في جي تي اي اونلاين واول ما بدت جي تي اي اونلاين في جي تي اي اونلاين اذا سويت قليتش يخرب اللعبة اولا رح يتم ايقافك لمدة شهر كتحذير وانذار اخير اذا انتهت فترة ايقافك ورجعت مرة اخرى تسوي قليتشات رح تاخذ باند نهائي من اللعبة وابدا ما رح تلعبها من جديد فروكستار ماشي على نفس نهج جي تي اي اونلاين في ردد اونلاين شي طبيعي يا اخي روكستار تجي تطالع في فلوس محمد مثلا تحصل والله في ساعة كاملة جاب مثلا 120 دولار تجي تطالع في خالد العفريت تحصله جاب 4200 دولار في غضون نص ساعة مثلا اكيد اكيد رح تبحث في موضوعه وكيف جاب الفلوس رح تطالع فيه رح تحصله مسوي قليتش تدبيل السمكة رح يعطونك باند زي اللهب طبعا الباند رح يجي تدريجي فاذا سويت القليتش ولا جاك باند الى الان لا تفرحي خويه الباند جايك جايك طيب خلونا نقفل الموضوع بالكلام التالي كثير من المتابعين حبايب قلبي جوني في الخاص وقالولي يا صالح في غليتش فلوس رهيب ورح يطلع لك مئات الالاف على طول قلت لهم لا والف لا لني عارف ان روكستار رح تسوي هذا الشي ورح تبدأ توزع باند للاشخاص اللي سووا هذا القليتش اكيد رح يكونون حازمين جدا اتجاه القليتشات وغيرها جي تي اي في في البداية كانوا زي كذا جدا جدا حازمين لكن لما مرت السنين على اللعبة الاهتمام والعزم بدأ يقل فمن وجهة نظري انا صراحة واني لعبت جي تي اي اولاين والعديد من العاب روكستار روكستار في البداية تكون جدا جدا حازمة اتجاه القليتشات وغيرها لكن بمجرد ما يمر الوقت وتمر عدة شهور او ممكن عدة سنوات على اللعبة تقل اهتمام روكستار في القليتشات طيب شاركونا في خانة التعليقات اراءكم هل سويتوا القليتش او لا واذا سويتوا هل جاكم باند او لا شاركوني اراءكم طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم باند يزيل لهب يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة